زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها من بين السبايا جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ويتزوجها فأسلمت وتزوجها وبزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية أطلق الناس كل سبايا بني المصطلق لأنهم صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن كانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها من الذاكرات اللاها كثيرا وتوفيت رضي الله عنها سنة ست وخمسين وعمرها خمس وستون سنة كيد المنافقين في هذه الغزوة في غزوة بن المصطلق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله وكان هدفهم إثارة الفتنة بين المسلمين حدث حادثان عظيمان في غزوة بن المصطلق الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار والثاني الطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك حاول ابن سلول ومن معه من المنافقين أطعن بعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت فتنة عظيمة برأ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات فأنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة قال الإمام النووي براءة عائشة من الإفك قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين قصة الإفك فيها من الدروس العظيمة التي لا بد أن يقف عليها المسلم استنبط منها الحافظ بن حجر في فتح الباري أكثر من سبعين فائدة